أعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في مادة الجغرافية بالصف الثاني عشر عنوان الدرس المياه الجوفية والجليد والأنهار الجليدية مراجع وتدريبات أحدى عشر التدريبات أعزائي الطلاب توجد هذه التدريبات في الكتاب المدرسي صفحة 175, 176, 177 السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة مما يلي 1- تتمثل القطاعات الجليدية في النصف الكرة الشمالية فيه ألف غرين لاند با رصيف لارسين جيم شبه جزيرة أنتر كاتيكا دال شبه جزيرة بلمير أحسنتم ألف غرين لاند 2- أي مصادر المياه الجوفية الآتية تتراوح بين العذبة والمالحة ألف ألف التساقط با البحار جيم الأنحار دال المياه الناتجة عن النشاط البركاني أحسنتم دال المياه الناتجة عن النشاط البركاني تابع السؤال الأول اخترى الإجابة الصحيحة مما يلي ثلاثة أي مما يأتي يعد أكبر الأنهار الجليدية في العالم ألف لامبرد با بيرنينج جيم بيراتو مورينو دال بلتارو أحسنتم ألف لامبرد أربعة أي العوامل البشرية الآتية تؤثر على مستويات المياه الجوفية ألف القطاءات النباتية با مسامية الصخور جيم كمية الأمطار دال إقامة السدود أحسنتم إقامة السدود السؤال الثاني أجب على الأسئلة التالية واحد أذكر العوامل التي تؤثر على مستويات المياه الجوفية أحسنتم عوامل طبيعية واحد الخصائص المناخية للمنطقة من حيث كمية الأمطار والرطوبة والجفاف بالإضافة إلى التبخر والجريان اثنين المسامية والنفاذية لطبقات الصخور الواقعة فوق مستوى الطبقات الحاملة للمياه الجوفية ثلاثة القطاء النباتي ونوع التربة ودرجة مساميتها في المنطقة عوامل بشرية واحد عفر الآبار ومعدلات استقلال المياه الجوفية اثنين إقامة السدود حيث تزيد من مستويات المياه الجوفية في مناطقها اثنين عدد العوامل التي يتوقف عليها طبيعة اندفاع المياه من النافورات الحارة احسنتم واحد حجم المياه والقازات الموجودة بالطبقات الأرضية اثنين الاختلاف بين مستوى كل من فوهة النافورة والمياه الجوفية تابع السؤال الثاني اجب على الاسئلة التالية ثلاثة وضح عوامل تكون الينابع احسنتم واحد ميل طبقات الصخور القير مسامية بشدة والتي ترتكز عليها الطبق الحامل للمياه وتكوينها لحافة صخرية وبذلك تندفع المياه ذاتيا عند الحافة اثنين قطع بعض الأودية النهرية الأخدودية للطبقات الحاملة للمياه الجوفية مما ينتج عنه تدفق المياه ذاتيا عند أسفل حوائط الأخاديد النهرية ثلاثة حدوث فوالق أو شقوق في طبقة الصخور المسامية الحاملة للمياه الجوفية مما يؤدي إلى تغيير ترتيب الطبقات وبذلك ترتفع المياه الجوفية تابع السؤال الثاني أجب على الأسئلة التالية أربعة ما أنواع خزانات المياه الجوفية في الوطن العربي أحسنتم 1- حديثة متجددة 2- طبقات المياه غير المتجددة 5- اذكر أحواض المياه الجوفية الرئيسية في دولة قطر أحسنتم 1- الحوض الشمالي 2- الحوض الجنوبي 3- حوض الدوحة 4- حوض العائلات 6- ما أهمية المياه الجوفية أحسنتم 1- مصدر حيويا للمياه العذبة في جميع أنحاء العالم 2- لها دورا مهما بالحفاظ على منسوب المياه في الأنهار والبحيرات والأراضي الرطبة تابع السؤال الثاني أجب على الأسئلة التالية 7- ما مصادر تلوث المياه الجوفية الناتجة عن نشاطات الإنسان أحسنتم 1- مياه الصرف الصحي 2- تسرب المواد البترولية والكيماوية ونفايات المناجم ونفايات المشعة 3- تسرب مياه الصرف الزراعي المشبع بالمخصبات الكيماوية والمبيدات الزراعية والمخلفات الحيوانية إلى طبقات المياه الجوفية 8- أين توجد أكبر القطاعات الجليدية على سطح الأرض أحسنتم 1- قارة أنتركتك في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية 2- جزيرة جرينلاند في النصف الشمالي من الكرة الأرضية تابع السؤال الثاني أجب على الأسئلة التالية 9- وضح أهمية القطاعات الجليدية أحسنتم 1- تؤثر القطاعات الجليدية في جزيرة جرينلاند وقارة أنتركتك على الطقس والمناخ 2- حفظ التوازن درجة الحرارة على سطح الأرض من خلال الإشعاع الشمسي المنعكس على سطح الجليد الأبيض 3- الإسهام في تشكيل سطح الأرض من خلال عمليات النحط والإرساب الجليدي 4- تختزن الأنهار الجليدية ما يقارب من 75% من جملة المياه العذبة الكامنة في العالم السؤال الثالث ما المقصود بكل من 1- المياه الجوفية أحسنتم هي المياه الموجودة تحت سطح الأرض والمخزونة داخل الشقوق والفجوات ومسام الصخور وهي في الأصل جزء من مياه الأنهار والأمطار أو من المياه الناتجة من ذوبان الجليد والتي تتسرب إلى باطن الأرض 2- الينابيع أحسنتم عبارة عن تدفق المياه الجوفية من الخزانات الجوفية لتظهر على سطح الأرض بشكل طبيعي دون تدخل الإنسان وقد تحتوي تلك المياه على بعض العناصر المعدنية أو الكبريتية تابع السؤال الثالث ما المقصود بكل من 3- الأنهار الجليدية أحسنتم عبارة عن كتل جليدية تتحرك بفعل الجاذبية الأرضية ووزن الثلج المتراكم من نطاقات القطاعات الجليدية الأعلى من سوبا أو التي توجد فوق السفوح الجبلية إلى المناسب الأدنى حيث تبدو على شكل واد وتتسم حركتها بالبطء الشديد 4- الجبال الجليدية العائمة أحسنتم هي كتل جليدية ضخمة تنزلق وتنساب في المياه البحرية السؤال الرابع بما تفسر 1- تكون الينابيع وظهور مياهها على سطح الأرض أحسنتم 1- ميل طبقات الصخور القير مسامية بشدة والتي ترتكز عليها الطبق الحامل للمياه وتكوينها لحافة صخرية وبذلك تندفع المياه ذاتي عند الحافة 2- قطع بعض الأودية النهرية الأخدودية للطبقات الحاملة للمياه الجوفية مما ينتج عنه تدفق المياه ذاتيا عند أسفل حوائط الأخديد النهرية 3- حدوث فوالق أو شقوق في طبقة الصخور المسامية الحاملة للمياه الجوفية مما يؤدي تغيير ترتيب الطبقات وبذلك ترتفع المياه الجوفية السؤال الرابع بما تفسر 2- ارتفاع درجة حرارة مياه الينابيع الحارة أحسنتم نتيجة ارتفاع درجة حرارة جوف الأرض أو لارتكازها على صخور نارية شديدة الحرارة أو لتكونها نتيجة نشاط بركاني 3- تكون القطاءات الجليدية أحسنتم نتيجة لانخفاض درجة الحرارة إلى ما دون نقطة التجمد في المناطق التي يسود فيها المناخ القطبي 4- بطء حركة الأنهار الجليدية أحسنتم أن الجليد جسم صلب شديد الاحتكاك بسطح الأرض إثناء الحركة السؤال الخامس ما الفرق بين 1- مصادر المياه الجوفية العذبة والمالحة 1- مصادر المياه الجوفية العذبة هي المجاري النهرية والتصاقف أما مصادر المياه الجوفية المالحة هي البحار والمحيطات 2- الينابيع الحارة والنافورات الحارة أحسنتم تختلف النافورات الحارة عن الينابيع الحارة من حيث قزارة المياه الجوفية والتي تندفع على شكل نافورة إلى عدة أمتار تابع السؤال الخامس ما الفرق بين 3- الآبار العادية والآبار الارتوازية أحسنتم الآبار العادية 1- خزانات المياه في الآبار العادية هي حرة أو قير محصورة تقع تحت سطح الأرض مباشرة 2- تستخدم مضخات تدار بمحركات لاستخراجها الآبار الارتوازية 1- خزانات المياه بالآبار الارتوازية تتخذ شكل ثنية مقعرة 2- تندفع المياه خلالها بفعر الضغط الهيدروستاتيكي إلى سطح الأرض 3- السؤال السادس ما النتائج المترتبة على 1- إقامة السدود للمياه الجوفية أحسنتم تزيد من مستويات المياه الجوفية في مناطقها 2- الاستخدام المفرط للمياه الجوفية أحسنتم 1- انخفاض مستوياتها وتدهور نوعيتها 2- اختفاء الآبار الارتوازية ومن ثم ارتفاع تكاليف استخراجها من باطن الأرض 3- فقدان مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية السؤال السابع دلل على صحة العبارات التالية 1- تقوم دولة قطر بجهود عديدة لتنمية الموارد المائية أحسنتم 1- توعية المواطنين بطرق المحافظة على الموارد المائية 2- تطوير أساليب الري واستخدام الطرق الحديثة في الزراعة 3- سن التشريعات والقوانين التي تنظم إدارة الموارد المائية وحمايتها من التلوث 4- مشروع الزراع الملحية في الأراضي الرملية للاستفادة من المياه المالحة في المناطق في المنطقة الجنوبية 5- مشروع تخزين المياه المحلى في أحواض جوفية من أجل الاستخدام المستقبلي لتلبية الاحتياجات المنزلية لسكان قطر في حالة حدوث أي حالة طارئة 7- السؤال السابع دلل على صحة العبارات التالية 2- للتقيير المناخي أثر كبير على القطاعات والأنهار الجليدية أحسنتم أدى ارتفاع درجة الحرارة إلى 1- دوابان كتل الجليد في جرين لند خلال فصل الصيف بنسبة 30% 2- تعرض الصفائح الجليدية والأرصفة في الجزء القربي من قارة أنتركاتيكا للذوابان السؤال الثامن اكتب ما تدل عليه الأرقام الموجودة في خريطة الوطن العربية التالية 1- يمثل على الخريطة حوض 1- العرق الكبير 2- يمثل على الخريطة حوض 2- المنطقة الشرقية 3- يمثل على الخريطة حوض 3- الحجر الرملي النوبي 4- أعزائي الطلاب من خلال تطبيق Microsoft Teams عليكم الرجوع إلى معلم الصف لمناقشة الدرس والإجابة على جميع استفساراتكم مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق ترجمة نانسي قنقر